اهلا وسهلا بكم لو اول مرة تشوفونا فدي قناة سلامك النفسي لو انت مهتم بصحتك النفسية وعايز تبقى سوي نفسيا فالقناة دي ليك لو حبيت تشترك معنا وعجبك المحتوى ممكن تضغط على زرار سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وما تنساش تعمل شير لأصدقائك عشان يستفادوا ولو انت مشترك في القناة فانت من المتابعين المميزين في القناة ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير وبافضل حال وبجد شكرا جدا على دعمكم لينا الفترة اللي فاتت النهاردة هنتكلم عن لما تيجي تعلم ابنك حاجة ما تزرعش البزرة قبل معادها كل مرحلة من مراحل الطفولة ليها مبادئ وقيم معينة زي مثلا مبدأ ان اللي معاي دي اللي ما معهوش وانت لو معك حاجة وحد محتاجها الدهاله كل الكلام ده ما ينفعش اقولهوله بالنص ما ينفعش اغرزها فيه قولا جرب كده تعمل في طفلك حاجة زي كده هتلاقي الموضوع جيه بطريقة عكسية ازاي تعال اقوله طفلك اتا معاك حاجة اديها للي محتاجها زي ما يجي يروح المدرسة يلاقي زميله في المدرسة معهوش قلم يروح مديله القلم بتاع ويرجعلي من غير القلم فين قلمك يا حبيبي اصل اديته لصاحبي عشان ما كانش معاه قلم هتلاقي بعد كده الموضوع بيتطور انه يبقى راجع من غير كراريسه طب فين كراريسك يا حبيبي اصل انا زملتي كان اجاية من غير القرصة بتاعت الواجب فانا اديتها القرصة بتاعتي كل ده علشان انا زراعت البزرة قبل قوانها فيبدأ يفرط في اي حاجة باستمرار علشان تعلم طفلك ماينفعش بالطلقين قبل سن السبع سنوات بعد السبع سنوات علموا بالطلقين اعمل كذا ادي ما تبقاش بخيل خليك متعاون مع زميلك الكلام ده بعد سن السبع سنوات لكن قبل سن السبع سنوات عايز تعلم طفلك يبقى بالقدوة يشوفك انت بتعمل كذا فيقلدك انما انت ما تقولوش اعمل اي مرحلة من مراحل الطفولة ديها طريق التعليم معينة زي عادات وتقاليد المجتمع انت عايز تعلمها لطفلك وتزرحها فيه من صغره ماينفعش تقولو خليك شديد او خليك اه زي ما بنقول كده بالبلد يحمش على اهل بيتك لا هو بيشوف بعينه بابا بيعمل ايه في البيت فبيبتدي ان هو يقلد بابا زي ما تلاقي كده ايه انتوا قاعدين في البيت وتلاقي حد اتصل ان هو جاي لبابا يزوروا فيبتدي الطفلة بتلقائية يقول لأمه ويقول لأخته قوموا دخلوا جوا او قومي يلبسي حاجة هو اكتسبها دي منين ان حد قالو اعمل كده لا هو شافها زمان بطريقة غير مباشرة لما بابا قال لماما على حاجة زي كده او في موقف شبيه لده النقطة اللي بعد كده من خصائص مرحلة الطفولة المبكرة ينمو الضمير ويتعلم الخير والشر والصواب والخطأ بالقدوة والمحكاية معناه الكلام ده زي ما بيشوفني بعمل هو كمان بيعمل زي ما بيشوفني بتصدق هو كمان هيتصدق زي مثلا الطفل بيشوف بابا بيروح يشتري حاجة بجنيه فيدي الراجل خمسة جنيه فبيجي دي له الباقي بيقوله لا خلاص خليها على شانك هو دلوقتي عمل ايه عمل صدقة لكن بطريق غير مباشر طب انت يا بابا ليه سيبت له الباقي انت لسه ليك اربع جنيه هو الراجل عايز يرجع لي لاربع جنيه بس انا قلت له لا خلاص كل سنة وانت طيب انا كده عملت ايه انا كده غرست في الخير غرست في الصدقة دي بزرة طيبة بحطها في ابني بالطلقين لا مش بالطلقين ولكن بالقضوة والمحاكاة انا بعمله الموقف قدام عينه وهو على اساسه بيستنتك طب هو كده هيتعلم التبزير لا ده مش تبزير دي صدقة وزي ما بزرع في الخير انا برضو بامكاني ان انا نزرع شر هو لو شايف بابا بيعلي صوته بيتخنق مع الناس في الشارع ما اكيد هيقلده طريقة بابا اسلوبه مع الناس كلامه مع الناس كل ده الطفل بيكتسبه بيكتسبه عن طريق انه هو شايفه بعينه قدامه فبيبتدي انه هو يقلد يقلد تصرفات بابا ولو بنت بتحب جدا ان هي تقلد تصرفات ممتها زي انها تمسك عروسة صغيرة وتدلحها وتلبسها وتغير لها وتصرح لها شعرها كل ده تقليد من الطفل للقضوة بتاعته طيب ايه كمان من خصائص مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة ظهور اللغة للتعبير عن حاجاته سبق وقلنا في حلقة قبل كده ان في نهاية السنة التانية بيبتدي الطفل يركب جملة من كلمة واحدة بابا فين يا حبيبي شغل معنى كلمة شغل دي بالنسباله بابا راح الشغل ماما فين يا حبيبي تيتا يعني ايه يعني ماما نزلت عند تيتا جملة مكونة من اربع كلمات هو اختصرها في كلمة واحدة نيجي بقى من سن سنتين لتلات سنين الطفل يركب جملة من تلات كلمات تيجي تقول له بابا فين يا حبيبي يقول لك بابا راح الشغل ويبتدي ان هو يعبر عن احتياجاته نيجي للخصائص مرحلة الطفولة المبكرة نكمل ان الطفل من سن تلات سنين لاربع سنين قادر ان هو يفهم القصص والحكايات لو عندك او عندك طفل من سن تلات سنين لاربع سنين وجيت حكيت له قصة قبل النوم بالنسباله الكلام مش بيعدي لا الكلام بالنسباله بيكون قصة ورموز وبتتكون قدامه وبيبقى شايف كل كلمة من كلماتك مجسمة قدامه شايف الحكاية عبارة عن قصة او فيلم مرسوم قدامه انا بقى هنا ممكن استجل الموقف ده واغرس له القيم عن طريق القصص فيه ناس للأسف بيجوا بقى الطفل قبل ما ينام يعود بقى يحكوا قصة امنا الولى والعفاريت وقصص جريبة كده وتجي في الاخر الامهات تشتكي تقول ده انا ابني الدكتور بيصحى مبزوع من نوم طب يا ماما منهم اللي انت بتحكيهوله انت بتقولي ايه انت بتحكيله ايه قبل ما ينام لما فيش ده انا بحكيله قصة امنا الولى قصة امنا رجل مسلوخة قصص فيها ساسبينس وعنف لا الطفل ما ينفعش يتحكيله اي حاجة فيها عنف قبل النوم انت كده بتعمل له مشكلة بتعمل له مشكلات هتأثر على سلوكياته بعد كده بسبب خيال الطفل الواسع هيحلم باحلام مفزع المفترض ان انت بتزرع للطفلك في دماغه الحاجة اللي انت عايز تعلمه له طب انت هتزرعه له ازاي زي ما قولنا قبل كده ماينفعش انت تقوله اعمل بس يشوفك وانت بتعمل طيب ما هي فيه طريقة تانية ان انا اعلمه بيها ان انا احكيه له في قصة قبل ما ينام بطريق غير مباشر ازرع في طفلك الخير والحب وكمان من خصائص مرحلة طفولة المبكرة ان الطفل من سن السنتين لاربع سنين بيلعب لعب حر وخصوصا الزكور طب يعني ايه لها بحر؟ الطفل وبالذات الزكور بيعتمد في اللعب على الحركة على جسمه تلاقي حركته زيادة تلاقيه بيجري بيتنطط ممكن من كتر عنفه في اللعب ان هو يخبط نفسه يأذي نفسه الكلام ده كله معناه ان هو بيلعب لعب حر ولكن من سن اربع لخمس سنين بيلعب لعب تخيلي زي لعبة الحصان كده ما يجيب عصاية المقشة ويركب عليها وفكر انه هو حصان وانه هو سيء حصان ويعدي يقول درجل درجل كلنا بنشوف اطفالنا بيعملوا كده والبنات بتلعب بالعرايس وكمان في لعبة كده مشهورة بين الاطفال وبعضها انه هما يقلدوا بقى ايه ان مثلا ان اختي دي هي الدكتورة وانا المريض وتبتدي تكشف علي وتوصف لي الدواء او تعملي عملية كل ده بيبقى من خصائص سن اربع لخمس سنين بيعملوا ايه بيلعبوا لعب تخيلي بيتقمصوا الادوار بيقلدوا الكبار وفي المرحلة دي ماينفعش ان انا اخذل طفلي وان انا احساسه انه هو غبي او انه هو ما بيفهمش لا هو بيلعب وفاكر انه هو اللعبة دي فعلا حقيقية فاكر لما يركب على عصاية المقشة ان العصاية المقشة دي حصان هو حطت في دماغه ان دية حصان ان ده كائن حي والبنت كمان اللي بتلعب بالعروسة هي حطة في دماغها ان هي بيبي سغنان وبتأكله وبتشربه وبتسرح له وبتهتم بيه ماينفعش اهدم خيال طفلي لازم اشجعه على انه هو يعيش طفولته باي شكل من الاشكال هو شايف ان ده صح يبقى هو صح بالعكس انا اقعد واتفرج عليه وهو بيلعب اتفرج على بنتي وهي بتلعب مفيش اي مشكلة بس لازم ان انا اتابع هم وصلين بخيالهم لحد فين وده مفيش اي مشكلة خالص ومن خصاص مرحلة الطفولة المبكرة برضو هي اللعب بالمكعبات فاكرين اول حلقة كلمنا عن ايه كلمنا عن هرم مصلو هرم مصلو كان بيكلم عن احتياجات الانسان ايه هي احتياجات الانسان قعدة الهرم كانت عبارة عن الاحتياجات الاولية ايه هي الاحتياجات الاولية اللي هي عبارة عن الاكل والشرب والإخراج والنظافة والنوم والعلاج كل اللي احنا قلنا عليه ده اسمه الاحتياجات الأولية بعد كده تاني حاجة من هرم مصله هو عبارة عن الاحتياجات الأمنية ولأن الكلام ده هو فعلا حقيقة علمية إلى أن الكلام ما تعرضش أبدا عن ديننا عن الدين الإسلامي أو أي ديانة أخرى سماوية قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع يبقى الأكل الأول وبعد كده إيه وآمنهم من خوف اللي هو الأمان تالت حاجة في هرم مصله هو الحاجة إلى الحب والانتماء والحب هنا معناه أن يكون الحب غير مشروط رابع حاجة هي الحاجة إلى التقدير والاحترام والاستحسان قمة الهرم وآخر حاجة احنا عايزين نوصل لها وهي الحاجة إلى الإنجاز احنا هنا بنتكلم عن الطفل الطفل اللازم يحس إنه هو أنجز طب داي يحسه إزاي وهو بيلعب أما تكون ماشي مع طفلك في الشارع وتقوله هات إيدك عشان عديك الشارع لا أنت تقوله خد إيدي عديني الشارع طيب أنا ليه كلمت عن هرم مصله دلوقتي رغم أن أنا بتكلم في أن الطفل بيلعب بالمكعبات في مرحلة الطفولة أنا شرحت هرم مصله دلوقتي لسبب واحد بس إن أنا عشان أوصل لقمة الهرم اللي هي الحاجة إلى إيه الإنجاز لما تجي تدي طفلك مكعبات بتجيب له مكعبات على حسب سنه يعني هو عنده مثلا سنتين ونص هجيب له 8 مكعبات بس إيه ده 8 بس؟ أنا أقدر ما تدين يعني أنا ممكن أجيب له كيس مكعبات كامل إلي خلينا ديله 8 بس إنت لو جبت له أكتر من 8 مكعبات هو مش هيحس بالإنجاز هيتوح فيهم مش هيعرف يوصل لشكل معين هو عايز يكونه إنما 8 مكعبات هو قادر على إنه هو يكون شكل معين بال8 مكعبات بس هيحس إنه هو فعلا أنجز وإنه هو عمل شكل حلو هو أكيد فيه فروق فردية ما بين الأطفال ممكن طفل يجيب له 20 مكعب في السن برضو ده يركبهم بس أنا بتكلم عن القدرات العقلية بشكل عام طيب أنا طفلي دلوقتي عنده 3 سنين يبقى أنا كده أجيب له طفلي 10 مكعبات علشان يحس إنه هو أنجز نرجع لخصائص مرحلة طفولة مبكرة وهي إن تتميز إنفعلاته بالحدة والقوة تحل الإنفعلات اللفظية محل الإنفعلات الجسمية أغلب الأمهات بتلاقي شكوى من ابنها في الحضانة الحقي ده ابنك ضرب زميله النهاردة الحقي ده ابنك عض زميله ده ابنك عمل كذا ليه للشكاوى دي كلها أنا طبيعي بيحصل احتكاك ما بين الأطفال وهم من سن بعض كل واحد فيهم بيعبر بطريقته من الإنفعلات من الحدية في التعامل مع زميله ده شيء طبيعي لكن لما يتطور بعد كده إن الشكوى اللي بتجيلك من ابنك ما تبقاش بالضرب لا تبقى باللفظ ده ابنك بتشتم النهاردة في الحضانة ده قال لصاحبه يا عبيت ده قال لصاحبه يا كذا في المرحلة دي ده طبيعي جدا إن الإنفعلات بتتحول من إنفعلات جسمية لإنفعلات لفظية لو تفتكروا كلامي لما قلت لكم إن الطفل قبل سن سنتين كان دايما بيحب إنه هو يتعامل بجسمه أكتر إنه هو يجري بعنف إنه هو يلعب بعنف إنه هو يضرب جسمه في الأرض يخبط دماغه في الحيطة كل ده قبل سن سنتين بعد المرحلة دي بتيجي الإحتجاج اللفظي مع العنف في الحركة الجسدية وبعد كده كمان بيبتدي العنف والحركة الجسدية بيه اللي خالص لحد ما بيتلاشه خالص بيروح وبعد كده بيفضل معنا الإحتجاج اللفظي بس وبجد شكرا جدا على دعمكم لينا الفترة اللي فاتت يارب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم وبكده نكون خلصنا الفيديو ونشوفكم في فيديو تاني وعلشان غيرك يستفاد أرجو الاشتراك في القناة ما تنسوش اللايك والضغط على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد